شكرا لمعلقنا المتميز تامر عبد السلام بسلاسية نظيفة تنتهي مباراة شباب الأهل أمام شباب طلاع الجيش ويواصل للأهل اعتلاء صدار الدوري الجمهورية الهدف الأول في الدقيقة 23 عن طريق المهاجم سمير محمد وفي الدقيقة 28 يسجل الأهل الثنائية عن طريق عبد الرحمن شريف لينتهي أشروط الأول بثنائية نظيفة لصالح شباب الأهل وفي الشروط الثاني مع نهاية المباراة في الدقيقة 83 يسجل سمير محمد الهدف الثالث للنادي الأهل والهدف الثاني له من متبعة جيدة لتنتهي مباراة شباب الأهل أمام شباب طلاع الجيش بسلاسية نظيفة ويواصل الأهل اعتلاء صدار الدوري الجمهورية نروح لملعب المباراة ولقاءات ما بعد فوز الأهل على طلاع الجيش بسلاسية نروح إزميلنا فاروق صلاح تحياتي لك يا فاروق تحيات الكابتن محمد حشيش تحيات دكتور أحمد سابت مبروك لشباب الأهل مبروك للكابتن أحمد عبد الظاهر وتفضل من جديد بجد التحية بيك كابتن أسامة وكابتن مصر كابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهل في كل مكان يعني عقب نهاية اللقاء وفوز الشباب النادي الأهل على فريق طلاع الجيش بسلاسية نظيفة مبروك مهمة وختام لمرحلة مهمة جدا يسعد أن يكون معرف هذه الأسناء واحد من أبناء النادي الأهلي المخلصين والمدير الفني الفريق شباب النادي الأهلي الكابتن أحمد عبد الظاهر كابتن أحمد ده برحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي وتحيات الكابتن أسامة حسني كابتن محمد حشيش دكتور أحمد سابت مبروك مهمة وكان الفوز مهم بغتم مرحلة مهمة هتبقى فترة راحة ثم هستعد للمرحلة القادمة مرحلة التصفيات النهية أو المرحلة النهية كان مهم جدا ختام المرحلة الأولى بالشكل ده وبالفوز ده بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي طبعا لكابتن أسامة وكابتن حشيش ودكتور أحمد وتحياتي ليك طبعا فاروق الحمد لله طبعا على المكسب النهاردة مكسب مهم دي نهاية المرحلة الأولانية في الدوري الحمد لله قدرنا أن ننهيها ونحن في المركز الأول بغض النظر عن نتائج الفرق النهاردة يعني خلال المرحلة اللي فاتت حصل شوية ضربات حصل شوية مشاكل في نقص في اللعيبة في تغيير في خطط كذا مرة بسبب نقص في مركز معينة لكن الحمد لله قدرنا أن نتخطى كل ده بمجهود الولاد ومجهود الجهاز والإدارة معنا وقدرنا الحمد لله نقف على رجلنا تاني ونحقق المركز الأول في المرحلة الأولانية دي إن شاء الله يعني تبقى دفع لنا في المرحلة الثانية اللي هتبقى أصعب بالتأكيد لكن الحمد لله إحنا مستعدين لها وإن شاء الله أن نحقق البطولة يعني السنة دي كابتن أحمد المرحلة دي أو السن ده بالتحديد خلاص اللي بتبقى خلق الدوافع لللعيبة اللعيبة ببقى مش عارف هيكمل ولا هيروح فريق أول ولا هيروح فين بتبقى بالنسبة له الأمور صعبة بش زي بتقدر تخلق دوافع لللعيبة تشيل الأمور اللي النفسية اللي جوه اللعبين والتساؤلات اللي بتدور في أزهان اللعيبة يعني هي دي يمكن دي النقطة الأهم في المرحلة دي إزاي تقدر تتحفز اللعيبة وإزاي تقدر توجههم وإزاي تقدر تخلي دايما عندهم دافع كل مطر الضربات يمكن اللي حصلت لنا بسبب القصة دي إن اللعيب بساعات بينزل مش مركز بيبقى بيفكر في حاجة تانية في كلام كتير حواليه فمشغول بحاجات تانية كتير برا الملعب لكن على قد ما بناقدر بنتكلم مع الأولاد بنا يعني بتقول لهم سيبوا الدنيا على ربنا وكل واحد هيتعب هيلقي نتيجة التعب ودوات في الآخر وربنا يكرمهم إن شاء الله ونشوف فيهم مجموعة مموايزة بصراحة وفيهم مجموعة كويسة جدا إن شاء الله يبقوا نوال الفريق الأول ونشوفهم إن شاء الله في قارة فرصة مابوديني دايما بتقول للايبة بلغة الكورة اعرض بضعطك وانت بتلعب يعني بيين نفسك في فرق هتيجي تلعبك ممكن تطلع إعارة أعتقد كلها أمور من الممكن أن تخلق دوافع لللايبة كابتن أحمد طبعا يعني حتى كابتن شاوئي كان حريصا يقول لهم موضوع زي كده بمغرد أن انت بتزعلك مطش وبتكسب وبتزهر بمظهر كويس فيه أندية بتتكلم عايزين فلان عايزين فلان عايزين فلان فده بيديهم حافظ كابتن أحمد بالضبط يعني اللعيبة كلها بتشاء بتشوف والفرق الأندية التانية بتتفرج على اللعيبة بيبقى سوء مفتوح لكل الأندية طبعا اللعيب لما بتزع له مطش واثنين وثلاثة وإسمه بتردد وبيظهر بمظهر كويس بتعرف ويبقى ليه سوء والأندية التانية بتعرفه وبيبقى مطلوب يعني فده بيبقى دافع كبير ليهم إنهم يظهروا بمظهر كويس ويقدوا بشكل ممتازي الحمد لله شكرا كابتن أحمد نتمنى لك التوفير في المرحلة القادمة إن شاء الله تتوجل بمطولة بإذن الله شكرا كابتن أسامة مستمرين معاك ومعايا واحد من نجوم فريق النادر ألي موليد 2003 الظهير الآيصر للفريق اللعبة مازل أسامة مازل نبرحب بيك على شاشة طبق قناة النادر ألي تحياتي كابتن أسامة لكابتن حشيش الدكتور أحمد ده سابت مباراة مهمة جدا وكان مهم جدا نختم المرحلة دي بفوز على فريق طلع الجيش أهو الحمد لله طرح مطش كان مهم لينا لحنا ننهي الدور الأول بمكسب ونبقى الحمد لله في الصدار يعني والحمد لله نازلين من أول مطش هو ده اللي احنا عايزين اللي احنا عايزين نعمله والحمد لله ربنا كفئنا يعني بمجهودنا الحمد لله مازين زي ما قلت لكابتن أحمد عبزاهر هي مرحلة وسن ببقى أنت أفكار كتير بتدور في دماغك ما بين الفريق الأول مستر مارسل كولر بيجي يتفرج كارلوس بيجي يتفرج عليكم متشافين من الفريق الأول لكن أكيد فيه تساؤلات في دماغك ممكن تكون آخر سنة الفرق الأندية التانية إزاي بتقدر تتخلص من الأسئلة دية تدخلقوا نفسكوا دوافع خاصة أنه أنتوا أبطال البطولة والله احنا يعني أهم حاجة احنا نفكر في السنة دي هي دي اللي هتوديني بقى هتطلعنا يعني أهم حاجة السنة دي فاحنا بنركز وكلها يعني أسباب يعني إن شاء الله ربنا يوفقنا ليكمل يكمل الحمد لله يعني كابتن أحمد عبزاهر قال لكم إيه النهاردة في قبل المباراة خاصة أنه احنا كان مهم جدا أن نختم المرحلة دية زي ما قلنا قبل ما أخذ فترة الأجازة طبعا وروح للمرحلة اللي جال هتبقى أصعب كتير جدا نحن هنفضل شغالين وناخد يوم أو اثنين وهنرجع تاني خلاص صفحة واتقفلت ونركز في اللي جاي احنا هم حاجة عندنا الدور إن شاء الله شكرك أمازن وتمنى لك التوفيق في اللي جاي بإذن الله مستمرين معك كابتن أسامة وهداف البطولة وهداف النادي الأهلي برصيد تسع أهداف صاحب الهدف الأول وهي الهدف الثالث سمير محمد سمير برحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي كابتن أسامة الدكتور أحمد سابت الكابتن محمد حشيش اتكلموا عننا الكلام كويس جدا وكلموا قالوا أن أحد من المهاجمين المهمين في قطاع الناشئين في النادي الأهلي أعتقد كلها أمور بتشاهلك مسؤولية كبيرة جدا سمير وخلينا بركلك على الفوز النهاردة على الهدفين يعني الحمد لله أول حاجة أهم حاجة كان الفوز طبعا الأهداف دي بتساعد في رقية اللي أنا أبقى هداف الفريق أو هداف الدوري أو أنافس على هداف الدوري دي حاجة بتساعد الفريق بتساعدنا لنا نحن نكسى بأكتر أحنا الحمد لله المسم الفات المسم الفات كسبنا الدوري فعايزين نحافظ على البطولة دي برضو السنة دي دايما عارف النادي الأهلي كل لعبة النادي الأهلي مفهاش يعني كل التركيزة اللي دايما تبقى رقم واحد عندنا التعادل هو الهزيمة فدايما قدامنا الفوز بس فالواحد بيشتغل على نفسه دايما شغال على نفسي حتى بعد التمرين بيشتغل مع كابتن عبد ظاهر وكابتن جلال على الفينيش وكلام من ده فالحمد لله الواحد بيكتهد وربنا بيكرمني في الملعب الحمد لله ناردة جونين والمواطش الفاجون الحمد لله هداف الفريق فالحمد لله يعني دكتور أحمد سابت قال لقطة مهمة جدا قال سمير واحد من المواجمين اللي بيلعب تحت ضغط وبيقدر يتعامل مع ضغوط للخصم والاستلام تحت ضغط أعتقد أمور مهمة جدا أن القناة النادي الأهلي وهي بتزيع المباراة وأن الدكتور أحمد سابت أو الكابتن حشيش بيتكلموا عن أمور خاصة بأسلوبه طريقة لعب سمير محمد أعتقد أن الأمور دي بتبقى أنت مبسوط وأن تبتسمع الكلام ده عنك أكيد طبعا يعني من كباتن كبار الدكتور أحمد سابت وكابتن أسام حسن ما أسمع كلام من زي ده طبعا حاجة تبسطنه حاجة تفرح ناوي والحمد لله زي ما أنت بتقول دايما بخلص المطش ده يبقى تفكريه في المطش اللي جاي الحمد لله احنا هنا الدور الأول احنا المركز الأول فنشتغل على نفسنا هناخد راحة يوم ولا يومين وبعد كده نرجع نشتغل نفسنا التاني بشتغل على نفسي كتير المطش النهاردة انتهى ببدأ من بكرة خلاص بشتغل هنعمل لكاوري بشغال على نفسي فالحمد لله شكورك يا سمير مستنين منك كتير إن شاء الله البطولة وبإذن الله تكون هدف البطولة في النهاية بإذن الله إن شاء الله بوعى الجمهور الأهلي بإذن الله يعني أخذ فرصة هزبت نفسي ووعد جمهور الأهلي بالبطولة إن شاء الله السنة دي واختم الدورة وأنا هدف الدورة بإذن الله شكراك فارو مستمرين معك طبعا كابتن أسامة تغطيطنا لهذه المباراة ويعني مهم جدا برضو من خلالك من خلال الكابتن محمد حشيش الدكتور أحمد سابت نحب نسلط الأضواء على مجموعة من اللعبة المميزة أنا معاه فازي الأسناء اللعب عبد الرحمن شريف صاحب الهدف الثاني فازي المباراة عبد الرحمن خلينا بارك لك على الهدف أبارك لك أبارك لك على أدائك على مدار المباراة الماضية تشارة النادي الآلي تقيل ومسئولية كبيرة وإنك تكون لعب داخل جدران النادي الآلي أعتقد مسئولية أكبر طبعا في الأول بحي كابتن أسامة حسني ودكتور رحمة ثابت وكابتن حشيش في الأول طبعا بشكر ربنا الحمد لله على الأداء وعلى بنتعب يعني والحمد لله ربنا بيكافئنا طبعا تشارة النادي الآلي أي حد يتمنى يلعب باسم النادي الآلي بس كل حد لازم يبقى قد التشارة ويعمل عليه يعني وربنا يكرم إن شاء الله يعني عزك تكلمنا على الهدف الثاني النهاردة وما أتكلم على نقطة الانسجام اللي ما بينك وما بين اللاعبين تعاون سواء ما بين سمير ما بين ميدو نبيل ميدو أسامة كلها عناصر لخدمة الفريق عبد الرحمن طبعا في التمرين دايما يعني يعني اللجوان اللي بتيجي دي كلها لازم بتيجي في التمرين يعني احنا كلها جوان ملعوبة كلها تحرك احنا متفقين أنا ومازل متفقين إن أنا هأطع على القريبة وهو يلعبها لي حتى الجون الأول أطعت على القريبة وبعدها جات لي سمير الجون الثاني نفس الكلام ميدو نبيل حطها لي عالستة فطبعا يعني احنا بنتفقين على الحاجات دي يعني ما بتجيش كده يعني يعني كباتلنا في الستوديو التحليلي كابتن حشيش الدكتور رحمد سابت كان بيتكلموا على التاكتك اللي انتم بتلعبوا به على العرضة القريبة كابتن أسامة يعني بقول لك بيتكلموا في تفاصيل متابعين كل التفاصيل التفاصيل الخاصة بالفريق خاصة ان ازعت المباريات على شاشة قناة الناد الأهلي خلي كل الجماهير تعرفكم تعرف طريق اللعب الأمور دي كلها بالنسبة لكم بتاعني كتير جدا يا عبد الرحمان طبعا التاكتك دوت كابتن حمد عبد الظاهر يعني بيمراننا على الحاجات دي وحاجة كويسة طبعا قناة الناد الأهلي بيتزيع المباريات عشان نتشاف وعشان الواحد يعني يطلع فريق أول طبعا يعني كلنا يعني نفسينا نطلع فريق أول بس يعني فبنشكر قناة الناد الأهلي يعني على التغطية وعلى كل مساعدتهم لنا يعني كابتن حسن عايز يقول لك نقطة مهمة جدا يعني بيقول لك قصة الشعر أو الشمسية دي بتشوف منها كورة ازاي أو بتساعدك ازاي في الهدف ورفعها ورفعها فوق كده عشان يعني أعرف يعني بيعملها فدية فاروق دي بيعملها فدية ما بتضيقني شي كابتن حشيبي بيسألك بيقول لك بتعملها فقد دي بتعمل لك توازن دي وبتعملها فقد دي لا لا دي من عند ربنا يعني أنا بعملش فيها حاجة يعني لما طولت شعري طلعت كده يعني طلعت عبد الرحمن ورطماني لك التوفر حبيب هنختم لقاتنا معك كتنسامة بيعني نقدر نقول برضو نفس الستايل لا بساعد محمد ساعد شمسية تانية خلي بالك برضو كتنسامة ساعد الستايل ده ساعد بتشايف الكرة منه في الملعب والامور دي وفي التركيز موجود ولا بيتائلك في الحركة هو يعني أنا أصلا من زغر أنا بحب محمد النيني فأنا بتمنى أنه أطلع زي ويعني وأنا أصلا أعملها عشانه وكده كده يعني نبال بسطوق بيعمل كده يعني فأنا أشايف برضو النيني أنا هستغل برضو وجودك وجود كبتنة في الستوديو الرسالة النيني وعناصر المنتخب المصري وجود عناصر من النادي الآلي والنادي الآلي النسبة الأكبر في منتخب مصر ده دايما عهدنا في النادي الآلي ودي حاجة موجودة طبعا في كل منتخبات على مداري السنين النادي الآلي دايما بيبقى متواجد فيه منتخب يعني يعتبر بيبقى نادي الآلي بيبقى عشر لعيبة تقريبا راحين المنتخب والواحد بيتمنى يعني أنه يبقى زيهم وفيهم الأم يمثل شرط المنتخب مصر وعشان أوصل لكده لازما أدوس على نفسي وأدوس أكتر عشان أكون موجود المباراة النهاردة تعاملتوا معها إزاي كابتن عبزهر قال لكم إياه للمباراة ما بين الشوطين خاصة أن أنتم كنت حسامتوا من البداية عملية الصعود للمرحلة التانية بس عشان إحنا عايزين نختم المرحلة دي إن إحنا نبقى أول وطبعا كل نادي بيبقى جاي بيلعب نادي الأهلي فكابتن أحمد طبعا بيبقى دايما من أول يوم مثلا ما نرجع من الأجازة لأنه طبعا بعد المطش بيبقى في أجازة فبنرجع أجمع عند مطش الجاي خلاص اللي فد عدى وانت كسبتم مطش عادي نادي الأهلي دايما بيكسب بيفرح بس لما ناخد البطولة ناخد البطولة نبقى نفرح وكأن نركز وبعد كده بنيجي بقى بيفضل دايما نتكلم معنا عن أهمية المطش وإن أي حد بيجي لعبك هنا على أرضك لازم أن تدوس عليه لأنه لو ما دوستش عليه الناس هتدوس عليك وده حاجة معروفة وطبعا بيبقى كله جاي النادي الأهلي يمركز مية في المية يمكن ميتين في المية عشان يكسبك يعني سعد مين مثله الأعلى في النادي الأهلي ولعبتل للنادي الأهلي ولحطه قدامه مثل عايزة بقى زيه والله يعني فيه كتير يعني بس خلينا أقول يعني مران عطية لأنه هو بلعب في نفس المركز بتاعي وهو يعني يعني عنا كتير وأنا حاس برضو لأنه زيه يعني هو لعيب كورة ولعيب كبير يعني فأتمنى بس تايل الشعر برضو مران؟ لا بس هو مران يعني مخفف الجنبين وكده يعني بس أنا أتمنى أكون زي محمد ينين إن شاء الله بإذن الله مشكورك أسعد يتمنى لك التوفيق وكل جمهير النادي الأهلي وحنا بستنين منكه كتير إن شاء الله نختمها بالبطولة بإذن الله بإذن الله كابتن أسامة طبعا دي كانت تغطيتنا واختمت تغطيتنا لمباراة الأهلي وطلاء الجيش في ختامة دي المرحلة الأهلي إذن بيصعد للمرحلة الثانية في انتظار طبعا انطلاق هذه المرحلة اللي هتنطلق فيه الأسبوع الأول من شهر فبراير مهمة لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله الحفاظ على البطولة لعيبة كتير جدا وعناصر مهمة جدا مميزة فريق للنادي الأهلي وزي معني الانطبع اللي إحنا لما أسناه من فريق طلاء الجيش أو من لعيب النادي الأهلي الجميع بيتله في إذاعة المباراة عبر شاشة قناة النادي الأهلي اللي بدي أفضلية كبيرة جدا لكل اللعيبة اللي فازين مرحلة خاصة مرحلة الآفين وثلاثة اللي اللعيفية بيبقى الماتيريال بتاعها قليل جدا خلينا نقلك شكر كل اللعيبة طلاء الجيش من هذه الأمور ويعني نستمر إن شاء الله خلال شاشة قناة النادي الأهلي نقدم هذه التغطية في كل المباراة القادمة أنا معك طبعا أنا كابتن نسامة كل اتحايا لحضراتك كل اتحايا لكابتن حشيش والدكتور أحمد سابت وكل اتحايا لكل مشاهدين ومشاهدة قناة النادي الأهلي في كل مكان نشكرك شكرا جزيلا فروس الله زميلنا يعني متقلقة العادة تغطية أكثر من ممتازة كابتن حشيش قبل ما روح للتحليل الفني يعني نقطة مهمة جدا الكابتن أحمد عبدالظاهر الولاد 2003 في السن ده وحيك تتكلم من ده يعتبر آخر موسم لفريق 2003 قادر يتعامل نفسيا كويس مع الولاد ياخد أفضل حاجة منهم دايما بخلالهم ده وفع علشان الفريق الأول اللي مش هيوفق يلعب في الدرجة الأولى عنده برضو يعني ممكن يروح في أي نادي تاني ويلعب فخالق ده وفع جيدة للعبي الفريق زي ما قلت أوسامة قبل المبراءة هو سن صعب كتير يعني لأنه طبعا آخر مرحلة سنية فيه قطاع الناشئين اللي انت الشبل بقاعد بقى يعني كزا سنة في جوة النادي الأهلي في وسط النادي الأهلي وما حدش عارف بقى هيكمل زي ما بقولك مع الفرق الكبيرة ولا هيطلع عارة احتمال يرجع تاني أو هيمشي خالص يروح أي حتة تانية تعرف دايما اللي بيرتبط بالنادي الأهلي لسنين طويلة من الصعب جدا أنك تسيبه إما تلعب في القمة وبعد كده تنزل تلعب في أي مستوى تاني بتبقى صعبة يعني صعبة أو يعني فهو كل تجهيز السن ده هو تجهيز نفسي وتأهيل نفسي ودايما بيحفزهم وبديلهم الدوافع في كل مباراة لأن انت عارف فيه بعض المراحل بتم اختيار بعض اللعبة منهم يطلعوا يتصعدوا مع الدرق الأولى فيه ناس ما تصعدش فازاي أنت تخلي اللي ما تصعدش ده عنده الدافع أنه لسه عنده الفرصة لسه قدامك الفرصة فالآخر لحظة تمسك بالفرصة أن أنت تلعب في الفرقة الكبيرة أو أنك على الأقل تبقى من الاختيارات السنة الجاية اللي هي النادي الأهل هيطلعك بمعرفته بقى يعني أعرف حتة وترجع تاني فهي كلها زي أقولك تجهيز نفسي مع سن صعب جدا مرحلة مهمة بالنسبة لهم شاوام أبو هو دي مرحلة صعبة جدا جدا اللي هتحدد مستقبله سواء في الكورة أو سواء في حاجة تانية فهي المهمة بتبقى المدير الفني صعبة لأنه دايما بيبقى قريب من اللعيبة نفسي الأكثر من فيلمي نفسي لأنه خلال فترة الناشين كلها من يما كان صغير هو عنده ست سنين ما هو بيتعلم حاجات إنما هو في السن ده محتاج بقى يتعلم حياتي أكتر يعني أنت فاهم إزاي وزي ما قلنا الفترة اللي جاية مهمة بالنسبة له فهي دي مهمة صعبة بالنسبة لكابتن أحمد دعب ظاهر إنه هو يعني في الملعب والأهم من نلعب بره الملعب يعني تمام دكتور سابت هدفين في الشوط الأول هدف في الشوط الثاني سيطرة تمة يعني فرص نادرة لطلع الجيش أخيرها كانت في آخر المباراة بعد حسم لعب النادي الأهلي للقاء شفت مجمل مباراة زي شايف مباراة كلها مكاسب بصراحة للنادي الأهلي الأول كل التحية للمدير الفني كابتن أحمد عبد الظاهر على الهداء اللي عامله مع النادي الأهلي استلم الفرقة في المركز الرابع والخامس حاليا بينهي المرحلة الأولى في صدارة الدوري النهاردة بتكسب بتلات أهداف بتوصل للهدف رقم 40 في الدوري في 20 ماتش يعني بمعدل هدفين في الماتش الواحد ده رقم كويس جدا أنت متصدر الدوري أقوى خط هجوم مسجل 40 جون وأقوى خط تفاع يعني أنت مستقبل 17 هدف والنهاردة بتحافظ على نظافة شباكك يبقى أنت الأكثر فوز في الدوري النهاردة الفوز النادي الأهلي ده رقم 13 فأنت الأرقام كلها خلاص أنت في الصدارة بصالح النادي الأهلي من ضمن المكاسب بصراحة في المباراة بشوفها سمير محمد المهاجم سمير محمد النهاردة بيوصل للهدف التاسع في الدوري يبقى المهاجم ده يستحق يتبص عليه يستحق ممكن يتبص عليه ممكن يتصعد ينزل تمرين مع الفريق الأول خاصة كمان أنت في مركز المهاجم بتبقى محتاج أكتر من مهاجم فسمير النهاردة أنا بحب المهاجم اللي عنده روح بيستلم تحت ضغط بشكل كويس جدا وعنده ميزة المتابعة الهدفين فيهم متابعة التركيز حتى في الشرط الأول بيسجل هدف من متابعة الشرط الثاني بيسجل هدف من متابعة ده مهاجم هداف الإيجابية الثالثة ميدو نبيل ميدو نبيل النهاردة عمل مباراة ممتازة ممتازة بيبصم على كل كورة كل هجمة للنادي الأهلي بيبقى هو لي مفتاح يعني هو مثلا عمل أسست في الهدف الثاني صنع ثلاث فرص أو أربع فرص في الماتش ميدو نبيل الإيجابية الرابعة برضو مصطفى مخلوف مصطفى مخلوف النهاردة بشوفه وقف هادي عنده ثبات فعالي كويس أكتر من كورة جدا بس عنده ثبات فعالي يفيد الفريق الأول مع مصطفى شبير مع محمد الشناو مع حمزة علاء النهاردة عندك الحارس الرابع بتاعك مصطفى مخلوف فيه برضو من ضمن الإيجابيات مازين أسامة مازين أسامة الباكليفت واحد من الباكات الشمال الممتازين بيصنع الهدف الأول وبيصنع الهدف الثالث العرضية جاية من عنده بيعمل جابها كويسة دي تحساب له الإيجابية اللي بعد كده برضو النهاردة تكلمنا قبل المباراة أن أنت بتلعب براصين حربة وراص مال أي راصين حربة لازم من كرات العرضية النهاردة الثلاث أهداف من كرات عرضية فيحسب للكابتن أحمد عبدالزاهر حتى لما عمل التغييرات وحول طريقة اللعبة في الشط التاني بدل من أربعة واحد تلاتة اتنين لأربعة اربعة اتنين بنزول أحمد أشرف وميدو نبيل والدا وينج وأحمد أشرف في طرف والاثنين اللي قدام سمير محمد وعبد الرحمن شريف إلا أن الثلاث أهداف لو استعرضناهم هنلاقي أن الثلاث أهداف من كرات عرضية يعني الثلاث أهداف من كرات عرضية فدي بصمة مدرب اللي بحييه بصراحة كابتن أحمد عبدالزاهر بقوله بنتمنى بقى أن احنا ناخد الدور إن شاء الله يعني أنت خلاص عشان الناس تكون فهم احنا داخلين على المرحلة التانية النهائية اللي هم العشرة اللي صعدوا في المراكز الأولى هم اللي هيعملوا المرحلة النهائية مع بعض اللي هم العشرة الأوائل لو جبنا الهدف الأول هتلاقي الهدف الأول والثالث شوف سمير محمد أنا عايز أتكلم تحديدا على المهاجم سمير محمد ليه؟ لأن أنت النهاردة بتكسب مهاجم بص الكرة دي عاملها مثلا ميدو نبيل عاملها له وتكلمت على مميزات عجبك سمير محمد يا دكتور سابت بصراحة آه يعني سمير محمد أنا شايف أنه لسه محتاج شوية شغل بس دلقوا تصعد فريق أول وأخذ خبرات باللعب هيبقى مهاجم كويس طب خلنا أسألك يا دكتور سابت يا كابتن حشيش سؤال مباشر وإحنا دلوقتي في فترة توقف المنتخب الوطني نتمنى له التوفيق فترة ذهبية أن مرسل كولر يقدر يستعين ببعض الناشئين من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي علشان يصعد أنتوا حفظتوا خلاص فريق 2003 وعارفين اللعيبة كلها زي عن مباريات كتير مين يا كابتن حشيش لا خمس ست لعيبة أتمنى الفرقة كلها تطلع درجة الأولى لكن النهاردة وإحنا على الهواء قول خمس ست لعيبة بنقول يا مستر كولر الخمس ست لعيبة دول لازم تستعين بهم الفترة دي حتى لو في مباراة ودية حتى لو في التمرين لازم تحط هناك عليهم قول لي أسماء والدكتور سابت أقول لنا أسماء عشان نبدأ أن نرشح بص عايز أقول لك حاجة يعني أنا أتمنى الفرقة كلها يعني عشان بس ندي برضو دفعة للناس كلها لأن لسه قدامهم مرحلة تانية كبيرة في البطولة نفسها ولسه قدامهم شبا فمش عزيني نحدد أسماء طبعا عشان ما نأثرش على طبعا المدير فعلا أقول اللي اخترت إنا ما أنا شايف إن فعلا سواء اللي موجودين الأساسين أو الناس اللي نزلت كلهم مؤهلين إن هم يعني يتحط عليهم ويبقى موجودين مع الفرقة الكبيرة كابتن حشيش رفع عن نفس الحارج دكتور أحمد سابت خش يا أحمد سابت أنا شايف ممكن في أربع لعيبة بيكل حرية لو أنت شايف أكثر من أربع لعيبة خمس لعيبة سبع لعيبة براحتك هقول للحظاك بالترتيب كمان مش هلسمك بعدد معي اللعيبة اللي ممكن مارس الكولر يستفاد منها في فرقة الفين وثلاثة رقم واحد مصطفى مخلوف ماشي في حراس المرمى تمام رقم اتنين سامير محمد المهاجم انت هاتوا اللي اللي بتاخده قبل كده ولا يعني عشان بس لا 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 دلوقتي اللي بيلعبه قدامنا في الفين وثلاثة أختار خمس لعيب رقم اتنين سامير محمد سامير محمد المهاجم لما تصعده يبقى انت كسبته مهاجم تمام يعني انت مهاجم كويس جدا أحمد أشرف أحمد أشرف اللي نزل الشيط التاني عمل جابها كويسة ومتابعيتي ليه في خلال الدوري بشوفه أحسن لعب في فرية 2003 أنا كنت عايز أقولك بقى الترتيب بتاعك انه هو ده أول واحد أحمد أشرف بس هو عشان نزل الشيط التاني النهاردة بس أنا أحمد أشرف ممكن تستخدمه في الفرية الأول يا كابتن أسامة مع كريم الدبيس انت النهاردة عندك معلول وكريم الدبيس صعده يبقى انت عندك باكليفت كويس اللعب الرابع ميدو نبيل ميدو نبيل تصعد قبل كده وعنده خبرات يقدر ان انت برضه تستفاد منه الخامس بشوفه مازن أسامة مازن أسامة الباكليفت دول أفضل خمس لعيبة يا ليهم بعد كده إبراهيم عبد الحكيم بس دول أفضل خمس لعيبة بصراحة أنا أتمنى الفرق كلها تتطلب بس ميدو نبيل المسم ده الكيرف قال مش عارف في الكيرف قال نحن لسه مازال المسم في المرحلة الأولى احنا بنتكلم على الشهر ده لو بتسألني على الشهر ده مين أفضل بغاية دلوقتي في المرحلة الأولى في النادي الأهلي خلينا نقول كده في المرحلة الأخيرة هو زي بقولك ناس كتير فيهم فعلا يسحق أنهم يكون موجودين كابتن حشيش عايزك تقايمني إسلام عبد الله أبراهيم عبد الحكيم أجاده بشكل كبير لكن وإحنا بنتفرج على المباراة كان في حالة يعني هما جاهزوها دلوقتي هيعرضوها كان ليك ملاحظة وده النهاردة يعني برضو يعني عايز تدي رسالة ليهم أو تديهم ملاحظة بسيطة علشان خلال المباراة اللي جاية تمام هو في جاهز الحالة يا شباب حالة اللي طالبها الكابتن محمد حشيش تو معايا طيب خليوكم معايا ماشي هيجهزوها حالة دلوقتي كابتن حشيش هو يمكن هما حالتين وكم يعني ورا بعض دي الحالة كابتن ما ينفعش المساك إن أنا أسيب الكرة الطب كويس لازم ألعبها وهي في الهوى لأنها لما بالطب أنا بابتدي ألف عشان أروح ناحية جوني وش الجوني بيبقى قريدي المهاجم بص المهاجم بيبقى جاي بسرعته أنا مهما كنت سريع على بال ما بلف بتبقى فرصة المهاجم إنه يدقيقني فيها ويحصل عليها أكتر مني زي كرة اللي فاتت دي أو المطبط المهاجم وصل قبل المساك بتاعنا وراحت يعني بص هنشوف تاني هنشوفها تاني بص المفروض ألعبها وهي كده في الهوى وهي فوق بس بقاش تنزل بص بقى هو المهاجم رايح بيقشه والتاني هو على البال ما بيلف فلازم يبقى هو أسرع بص بتبقى صعبة بقى عليك الحالة التانية ده بالنسبة لإسلام عبدال الحالة التانية هتوى لنا يا شباب برضو الحالة التانية نفس القصة يمكن كانت قابلها برضو برضو حارس المرمة وبردو إيده وردله طويلة هي ناقنة شكلها بالظبط نفس القصة برضو نقطت خلاص المهاجم ده هي إني معاه بص عملت مشكلة عملت مشكلة درس خصوصي من الكابتن حشيش لإسلام عبدالله عبدالله عبدالحكيم والمدفعين يعني دي النهاردة علشان بقى المباراة اللي جاية يبقى فيه أفضل وأفضل لنت النهاردة أجدت بمشاكل كبير جدا سهل قاول عبها كده سهل قاول عبها كده وانهي هنا مالفش واسبها تنط والراجل جاي بوشه وجون ما ببقاش عارف بقى أنا هرجحها هطلعها مرة واحدة بتعمل مشكلة بتعمل مشكلة مهمة دكتور سابت وإنت كسبان تدور دايما على الأخطاء عشان تطور طبعا لأن أنت بتلعب في النادي الأهلي نادي الأهلي عايزين كل مباراة نكسب ده الطبيعي وإن أنت بتلعب على الدوري فأنت عندك أكيد فيه أخطاء في كل ماتش بيبقى فيه إيجابيات وفيه سلبيات يعني أنت بتطور يعني أنا كان نفسي النهاردة نكسب 4-5 أما مش 3 بس مثلا يعني ده لأننا كنت شايف إن الأداء نستاهل إننا نكسب 4-5 فأنت عندك بعض النقاط آه اللامسة الأخيرة في بعض الأوقات دي النقاط السلبية اللامسة الأخيرة بعض اللعيبة محتاجة تطورها عن كده بس فيه نقاط إيجابية برضو فرقة ماشية بشكل كويس بتتصدر الدوري بعدما كانت في المركز الرابع أكو أكوم الأكثر فوز دي نتاج كويس فأنا بس عايز نجيب الهدف الأول والثالث لا ده أنا لسه أحل الهداف لو جاء الهداف جاهزة معنا يا دكوري يعزنا الهدف عشان الكبات نحل الهدف هدف عزنا ديف حاجة بس لحمد فضل يعني فرصة زي محمد بيقول إن المباراة في المتناول آه آه نجيب الهدف طيب ده الهدف الأول يا كابتن حشيش تفضل طبعا كرة من العرضية من الشمال خالص آآ اللي تشار جيد فيه البوكس آه اللي تلعبت والأهم منها كمان المتابعة والفولو قدر يحطها بجون يعني دكتور سابت وقف وقف ارجع 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 سن ارجع بس ارجع أول هاي اللقطة دي حلوة جدا بس ارجع خلي بالكم مع دكتور سابت عشان ما بيفوتش ارجع بقى ارجع 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 ايوه وقف ماشي 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 وقف 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 بس هنا بص هنا الاثنين المهاجمين احنا قلنا ايه لازم هما الاثنين وقفين في العمد لازم واحد يقطع على القريبة والتاني ياخد البعيدة عشان الاثنين ما يبقوش شبه بعض انت كده هتعتبر بتلعب بماجم واحد لو ما تحركوش كده فهنا العرضية من مازين اسامة اللي هو الباكليفت اللي عمل ماتش كويس بصراحة في العرضيات الكروس بتتوحله جدا بص شكل الاوفر كمل قوي اوفر قوي بيقول للمهاجم حطيني جون بص اوفر كويس جدا ارتفاع مناسبة الهدف ده كان معاية كابتن اسامة ذاك مبارح والاهل جاب هدف شبه الهدف ده في الزمانك لكن بتاحه برجله فتاحه قطع على الاولى فقال لي من ضمن الحاجات كابتن باد رجب وخاصة ان كابتن محمد شوح حرصين ان المهاجمين اي حد بعمل كرة عرضية لازم لاي واحد على الاولى لازم واحد يقطع على الاولى فالنهاردة بتكتمل كمان يعني باخد انتباه الجون وباخد انتباه اللعيبة المدفرين هنا واحد قطع على القريبة والتاني على البعيدة اه هتها تاني معلش كمل اتشار جيد هلأ هتها من اللقطة الاولانية ماشي كمل اللقطة اللي هي الاولانية كانت احلى من دي وقف 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 هنا سامير محمد المهاجم الثاني اللي هو جابها اللي هو اللابس جزمة قدرة في ظهر المهاجم الأول هنا في ظهره بس هنا المتابعة هنا إصراره هنا حصة التركيز إنه هنا ممكن الكرة تقع فبجري عشان ألحق الكرة هنا المتابعة عند المهاجم كويسة جدا وهم في الأول كمان أوسامة يعني أولا يا دكتور سيابت بص يعني في زادة عددية منه دفعين يعني ثلاثة على اثنين بس تحرك المهاجمين واحد على القريبة خدها براسه والتاني بقى هنا المتابعة كمل والالتحم وحطها براسه حلوة جدا طيب نروح للهدف التاني هدف عبد الرحمن شريف كرة عرضية من ميدو نبيل طبعا كرة عرضية من ميدو نبيل وطبعا سامير عبد الرحمن شريف طبعا التايمينج بتاعها هاي اللي يمكن بص حتى يمكن طلع قبل الكرة بسنة هاي بص قبل ما توصل طلع بسنة عشان يركب الكرة صح وياخد التايمينج بتاعها صح وفي نفس الوقت طلع قبل المدافع طالما المهاجم طلع قبل المدافع خلاص الموضوع خلاص موضوع انتهى مدافع ما كان بلعب براسه كويس ما دكتور سيابت ارجع 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 اللقطة دي حلوة اقول انت جايب ارجع بس وقف وقف هنا وقف وقف كام لعيد من النادي الاهلي جوا منطقة التمنتاشر في زيادة عددية واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة يعني في كسافة عددية جوا منطقة الجزاء الحاجة التانية مين اللي قطع على القريبة رقم تسعة اللي هو سمير محمد مين اللي قطع على البعيدة عبد الرحمن شريف يعني هنا فيه تاكتك مدرب ان انا واحد بيقطع على القريبة اللي فاتك كانت العكس كان لما الكورة بتبقى نحية اليمين واحد بيقطع هنا 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 التحرك بتاع المهاجب واحد قطع على القريبة اللي هو سمير محمد عبد الرحمن شريف وقف على البعيدة التحرك نصف جهور بيسهل لزبيله صح لانه بياخد معامل وبياخد عين المدافع انت النهاردة انت الكورة الجون مش جاي كده الجون جاي نتيجة كسافة جاي نتيجة تحرك اثنين فراودة انت ممكن اي فرقة بتلعب باثنين فراودة من غير ما مهاجم بيقطع على القريبة واحد على البعيدة مش هتعمل حاجة هنا دي الميزة صحيح غير بقى التوجيه والارتقاء بص الجنب بتاع عبد الرحمن شريف بصراحة هو في الكرات العالية ممتاز ممتاز في الكرات العالية هنا التحرك واخدها عالية جدا والتوجيه كمان التوجيه بتاعه كويس جدا الهدف الثالث الهدف الثالث لعب سمير محمد ده الهدف الثالث للنادي الاهلي والهدف الثاني الشخصي ليه في المباراة تفضل لكابتون حشيش احمد طبعا بياخدها طبعا هنا ميل اللعب اللي انطلق احمد عشر ترد طبعا من المدافعين تروح لميازن ميازن تاني بيحطها على البعيدة البعيدة برضو الامتشار اللي احمد بيقول عليه في الثمانتاشر واحد واخد النص الثمانتاشر واحد على البعيدة واللي اللعبها ده اللي جاي كان على الرحيمة وجاي وبرضو المتابعة ودي مهمة جدا جدا بصراحة الفرقة دي متميزة بحطة المتابعة المهاجمين بتاعهم الكرة التانية على طول في الثمانتاشر شفنا منها الاهداف اللي جات وشوف الهدف التالت نفس الخصة برضو فده دليل على التركيز من اللعبة كلها جول بوكس هات الجون التالت برضو هاتوا الهدف التالت الدكتور سابت التالت وحنربطه بالأول هنا المهاجم اللي احنا بنتكلم عليه ونرشحه ان هو ممكن ينزل في التمريم مع الفريق الأول سامير محمد المتابعة هات الجون التالت بص هتلاقي الكرة أصلا يعني اتصدت من الجون والمهاجم بيشوتها سامير محمد المتابعة التركيز نفس اللي عمله في الجون الأول عمله في الجون التالت طيب فالمتابعة مهمة جدا هنروح لفاصل سريع وبعد الفاصل هنجيب لك الهدف التالت وهنتكلم فيه باستفادة دكتور سابت كابتان حشيش هنروح لفاصل سريع وبعد الفاصل مستمرين في التحليل الفني لمباراة شباب الأهلي أمام شباب طلاق الجيش أهلا بحضراتكم من جديد كابتان حشيش نظام البطولة نظام البطولة أن الأول عشر فرق متصدرين هيكملوا في المرحلة النهائية كل فرقة بعدد النقاط بتاعتها بتكمل المسألة نفس الترتيب ونفس القصة كلها تلاقي بدور من دور واحد وطبعا هتحدد طبعا الناس هتتكلم على الملاعب طبعا يلعبوا هنا ولا هنا لأ دي بتبقى قرعة برضو للملاعب يعني كذلك برضو 11 فريق التانين بلعبوا برضو دوري تاني عشان برضو الترتيب فيه بالنسبة لطبعا الهبوط أو الصعود أو الحاجات دي تمام كنا عايزين نشوف الهدف الثالث علشان دكتور أحمد سابت عايز يحل هدف الثالث معنا الهدف الثالث يا دكتور طبعا ده الهدف الثالث جيه هنا عند أحمد أشرف لقى بهله الأول أحمد تعيمة أحمد أشرف انطلق بالكورة ولقى بالكورة العرضية برضو الانتشار كان فيه واحد على القريبة حتى لو الكورة ما جيتش بس احنا بنتكلم على تمركز المهجمين بص هنا مازين أسامة بيعمل الأوفر باليمين المرة اللي فاتت عملها بالشمال هنا الجون كمل ماشي كمل هنا هتروح لمين وقف 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 بس هنا بص أصلا من اللي مدنا ظهره سامير محمد اللي هو هيجيبه الجون بس هو هنا هيلف بسرعة عنده سرعة رد فعل وعنده توقع كويس وامتابعة للكورة انت النهاردة بص كمل كمل كده شوف لما شات الكورة نركز مع تحرك سامير محمد عملي كمله يا شباب بص هلاف اهو بص بص كمل اهو هنا بقى المتابعة الريأك شباب قدر انه عنده سرعة رد فعل وامتابعة كويسة وتوقع كويس من المهاجم صحيح فهنا التوقع 60% من الجون من سامير محمد اللي هو بيوصل لهدفه التاسع هات الجون الاول ونربط الجون ده في التوقع ده بالتوقع ده هتلاقي انه عنده الميزة دي يعني الجون الاول هتلاقي برضو عنده ميزة التوقع متابعة برضو بص هنا العرضية برضو هنا ايه التوقع بتاعه شاف الكورة راحة فين والتوقع بتاعه فهنا يحساب له وبنشكر برضو مخرجنا على محمد داكروري على التوقع الجميلة طيب عايز برضو اقول حاجة هنا الماتش مش تحصيل حاصل اه يعني معنا ان الكلام حضرتك انه هي الفرق حتصعد بالنقط يعني كنت فاكر ان الماتش هيبقى تحصيل حاصل ان خلاص النادي الاهلي انت كنت ضمنت الصعود في العشر فرق يعني كنا ممكن يعني مكسب النهاردة مهم جدا طبعا بتكمل بالنقط دي على الرصود اللي عندك الاهلي النهاردة عنده 42 نقطة متصدر متصدر الدوري ب42 نقطة فانت لما بتسعد بالنقط دي عشان تقدر تاخل الدوري انت بعد كده هتخش في عشر مع عشر فرق يعني هلسه هتلعب 9 ماتشات كمان من اول فبرايل لنهاية السنة عندك 9 ماتشات وانت متصدر الدوري يعني لو كسبت 8 من 9 خط الدوري وعندك 9 ماتشات مع المفروض بقى الخلاصة بتاع 21 فرق تلعب خلاصة بتوع هتلعب بقى الحسن هتلعب مع الزمالك اللي هو الثاني السراميكا الثاني وبعد كده امبي والمقاولين الزمالك بقى الخامس اه وبتروجيت وطنطا والمصري خلي بالك ممكن احنا مع عارفين نتائج يعني عندك بيرامز والاتحاد ممكن في نتائج النهاردة تتغير في فرق ممكن تضمن في ضمن العشرة اه مرحلة نهاية وفي فرق تنزل من ضمن الحداشر في ترتيب هي هتبقى اللعبة ما بين سموحة وفرقه وغزل المحل عشان كده بقى عايزين نتكلم في نقطة برضو مهمة يعني لازم نشكر فرقة سراميكا نادي برضو حديث العهد في الدوري الممتاز او في الكرة عموما يعني فانه هو يبقى ترتيبه التاني في بطولة مهمة اللي هي اخر بطولة قبل الفرقة الكبيرة او الفريل الاول دي حاجة تحسب لهم يعني كذلك من ضمن العشر الموجودين انا شاب بيترو جيت وطنطا موجودين طبعا المصري طبعا وضع طبيعي فرقة قديما بالدوري الممتاز انما برضو الاتحاد ممكن ما تعرفش برضو زي ما انتبتول يا اسامة اللي ممكن يحصل ممكن يبقى الاتحاد النهاردة على حسب النتائج مع الجولة النهاردة ممكن لها الدنيا تشعليبي كان العلامة الاستفهام طبعا ان الاندية بقى القديمة اللي لها بقى كبير زي الاسماعيلي يعني اللي هو مصدر للناشئين وللعيبة المحترمة يبقى ترتيبه الثمانتاشر هم شكلهم باعوا القطاع تقريبا شكله في حد مستسمر واخدوام يعني حاجة بينه وبينك تحزن لما يبقى القناة طلع الجيش غزل المحلة وسموحة يعني الفرق دي وزد في المركز الستاشر رغم انه زد في قطاعات النشئين كويس بس هو في المركز الستاشر في الفين وثلاثة ودي غريبة ودي غريبة عكس 2005 مثلا يعني عكس 2005 هم ممكن يكونوا مهتمين بالفرق اللي هي 2005 و2007 الفرق اللي جاية لكن الفرق 2003 دي مش مهتمين بي ممكن سياسة سياسة في النادي فدي برضو حاجات علامات استفهم موجودة في الجدول يعني النهاردة فيه يعني ثلاثي خط الوسط لازم نديهم حقوقهم النهاردة أحمد طعيمة مصطفى أبو الخير وحاس ان مصطفى الخير ده يعني جندي مجهول في وسط الملعب وليه حرية الحرك في وسط الملعب كابتن حشيش أحمد طعيمة مصطفى أبو الخير ميدو نبيل السلاسي خط الوسط نهاردة كان لهم دور مهم السيطرة على المباراة اللي كان متميز النهاردة ميدو نبيل الحقيقة بصراحة فيه طبعا استحواز كان هو مصدر الاستحواز بالنسبة لفرين نادي الأهلي مع طبعا شغله كصانع ألعاب عامل شغل كويس قوي يمكن أحمد طعيمة ومصطفى أبو الخير يعني كانوا ميللين ناحية الدفاعية وأنا أعتقد أن الماتش كان ممكن يتلاعب بديفندر واحد ما يتعبش باتنين ديفندرات سابتين يعني كان ممكن دي تمال من نبيل جنبه واحد بالضبط كده ممكن كانت تفرق وكان يبقى الأداة أكتر يعني طعيمة كمان طعيمة لو جبنا الجون الأول والثالث حنلاقي أن التمرير جامل عنده مشارك في الأهداف عنده ميزة التمرير أحمد طعيمة بصراحة مصطفى أبو الخير بيجري كتير قوي يعني هو تحس أنه الوركريت بتاعه عالي أنا أحسن أنه مصطفى أبو الخير مش راخد حق أو أنتم ما دتولوش حق والراجل الآن بمجهود كبير فاصل المال كمعدل جاري في القطع وفي التمريرات يعني جندي مجهول كمعدل جاري يجري كتير جدا مصطفى أبو الخير أحمد طعيمة تمريراته هيلة ميدو نبيل هو صنع الألعاب بتاع الفرقة والعقل المفكر بصراحة كان بيبصم على كل كورة وحتى الجون الثاني العرضية جاية من عند ميدو نبيل يعني الجون الثاني العرضية جاية هنا ده الجون طب البودلاء النهاردة اللي شاركوا في الشوط الثاني أحمد أشرف عبدالله مصطفى سعد محمد سعد البودلاء دكتور سابت كابت الحشيش أحسن واحد فيهم نزل فرق أحمد أشرف وبعد كده اللي هو عبدالله مصطفى دول كانوا أحسن اتنين لما نزلوا أحمد أشرف عمل جابة كويسة وكلبنا عليه أنه هو يعتبر من أحسن اللعيبة في الفرقة دي بس عشان راجع من إصابة فنزل الشوط الثاني عمل فرق في الجنب الشمال لما نزل وخرج ميدو أسامة ميدو أسامة كان يعني تحس أنه كان البنزين خلص بتاعه فنزل مين نزل أحمد أشرف مكانه عمل جابة كويسة نحية الشمال والجون الثالث جي من خلال أحمد أشرف وكان في كورة في آخر المتش لو نقدر نجيبها خالص بتاعت أحمد أشرف اللي هي كانت في ديها حاجة وتمانين شفتها يا كابتن اللي هي الكورة دي هي دي لا مش دي الكورة كانت في آخر المتش خالص فرصة ضائعة كانت لأحمد أشرف كانت فرصة ممتازة الكورة دي كنا نستهل بصراحة أننا نجيب فيها وفي كورة قبلها كمان أحمد تصرف بها بشكل كويس قوي لعبها بكعب الرجل وما بين رجلين المدافع وعدة ولعبها بالعرض صح دي في آخر المتش رحك شمال متفوقة النهاردة عشان مازن أسامة كان كويس يعني عادة بوجود أحمد أشرف خلى مازن أسامة يظهر ياخد فرصته ويظهر بشكل كويس ومن نجومه المباراة يعني مازن أسامة ظهر بشكل كويس أحمد أشرف لما رح النزل كان تغييرة كويسة جدا عبدالله مصطفى اللي نزل رقم 23 ده واضح أنه عنده سرعات في قسط الملعب وبيمسي الكورة كويس هو الحقيقة النهاردة برضه يعني المطش يعني قدى فرصة لكابتن أحمد عبدالزاهر أنه هو ينزل الناس ويفكر في الناس كتير يعني المكسب زي ما قلنا المكسب اللي هو من بدري بيخليك تقدر يعني طلع لعندك يعني عزين ندي الكابتن أحمد عبدالزاهر رجل يعني مع رحيل الكابتن محمد شرف وكابتن محمد شرف يعني واحد من المدرين الفنيين الأكفاء يعني صراحة لكن قدر يعني يدي روح للفرقة يعني حماس جديد برضو إدارة فنية مختلفة دكتور سابت وطريقة لعب مختلفة كابتن شرف كان بلعب بتلاتة ورقة غير طريقة اللعب اللعبة استجابته وشغال بنفس السيس تبقى صعب أقوى على المدير الفني ما يمسك بدل مدير فني تاني بيبقى مختلف عنه في طريقة اللعبة زي ما تقول حتى في الاختيارات اللعبة لأن ممكن أسامة أنا وأنت وإحمد أن يبقى كل واحد عنده رؤية معاناة ويختار اللعبة التاني ما يختاروش أو تالت ما يختاروش فصعب أنك بتيجي على مدير الفني على بل ما تحط يعني ساستك وطريقتك وتخلي الناس تصق فيك وتخلي الناس مع عشان في البداية أن أنا برضو أقتنع بيك وأحبك على أساس أن أنا أبتدأ نفذ برضو كلامك فدي صعبة كواس أنه قدر يوصل بيهم للمرحلة دي وأعتقد أنه من خلال الدورة اللي جاية دي طوال عشر فرق ممكن إن شاء الله بإذن الله قدي مردود أحسن من كده محتاجين يا دكتور سابت يستعينوا باللعبة يعني فيه معتز محمد بيطلع درجة أولى في الدبيس اللي بنبريكله راح المتخب الأولمبي مع ميكالي محتاج كابتن عبزاري زعلوق يعني محتاج يعني الاستعانة بكل اللعبين طبعا في الفترة دي خاصة أن أنت هتبقى داخل في شهر فبراير عندك تسع مطشاط أنا شاف أنه دي الأهلي قريب إن شاء الله أنه ياخد الدور ده دور الجمهورية 2003 أنت نهي المرحلة الأولى متصدر الدوري عندك تسع مطشاط تركز فيهم لازم اللعبة بيبقى عندها دافع أيوة أن أنت تجدد دوافعك كابتن أحمد عبد الزاهر كل التحية لي أنه هو مسك الفرقة يعني بعد ربع موسم من كابتن محمد شرف بيقابل لعيبة كل تركزها أنا هعمل إيه السنة الجاية الفريق الأول هتصعد ولا هطلع أعارة ولا إيه اللي حيحصل معايا فأنت بيشتغل طبيب نفسي مع اللعبة دي أن أنت إزاي تعدهم نفسيا كويس جدا قبل فني الحاجة الثانية شغال فني أنه هو حول طريقة اللعب من خمسة وراء لأربعة وراء وقدر أنه يحيي بعض اللعبة يعني سمير محمد ده السنة اللي فاتت ما كانش كده اتطور مع الكابتين أحمد عبد الزاير طوره وقدر أنه يسجل سبع أهداف عنده مصادر أهداف كتير من اللعبة كتير عنده ضربات سابتة عنده اختراق من الأطراف فيه نقطة كمان يا وسامة عايز تقول حاجة لا أنا عايز أقول بعد نتاج الجولة 19 تمام بعتقالي فريق الأعداد ما شاء الله عندنا فريق الأعداد يعني دي ممكن تغير الترتيب اه الاتحاد السكنداري فاز على سد أسوان 2-1 تمام خلاص فوز اتحاد السكنداري ده ضمن أنه يبقى مبوض خلاص ضمن اه اتحاد السكنداري ضمن أنه يكون موجود من ضمن العشر ماشي فوز المصري على البلدية بثلاثية 3-0 المصري ضمن برضو 5-30 فوز امبي على الجونة 1-0 ماشي امبي بقى 41 هيبقى تحتين اه فوز بتروجيت على سيراميكا كليوبترا 3-1 ايه سيراميكا خسر اه فوز بتروجيت على سيراميكا 3-1 هذه غيرت بقى كده هيبقى النادي الأهل الأول 42 نقطة اه وتحته امبي ايه 41 نقطة ماشي اه التعادل الإيجابي سموحة مع زد 1-1 وفوز زد بركلات ترجيح في حالة التعادل الإيجابي كل النقطة بتاخد بتاخد نقطتين حالة الفوز والفرح بتاخد نقطة والفريل الفاس بياخد نقطة تاني نقطتين ما فيش فرقه لا دي نتاج الفريل الإعداد أصلا كده سموحة السموحة كده خسر اه التعادل اه يبقى خسر اه خد نقطة واحدة خد نقطة واحدة وزد ببقى خد نقطتين بعد نهاية اللقاء واللي تاحدة احنا قلنا كسب كده 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 ترتيب التلاتة الأوائل في نهاية المرحلة الأولى النادي الأهل في الصدارة برصيد 42 نقطة نادي أمبي في المركز التاني برصيد 41 نقطة نادي سيراميكا التالت برصيد 39 نقطة دول التلاتة اللي حيبوا مرشحين ان هم ياخدوا الدوري بس كده سيراميكا كان فوق كان 36 وامبي وصل ل41 فخلاص هم التلاتة الأوائل الاهلي وامبي وسيراميكا على شان وقتنا كابتن حشيش في نهاية الستوديو رجل المباراة من وجهة نظر كابتن محمد حشيش رجل المباراة ولا رجال المباراة رجل المباراة واحد بس أنا أحط رجالي تاكن محليلي حط رجل واحد بس 12 اتنم أنا أهدي ميدو نبيل ميدو نبيل من وجهة نظري كابتن محمد حشيش ميدو نبيل رجل مباراة الأهلي يوم طلع الجيش دكتور أحمد ثابت سمير محمد المهاجم سمير محمد أنا من وجهة نظري كابتن أحمد عبد الزاهر مدير الفني وسامير محمد مهاجم الفريق شميع نمت شميع نمت دورتنا وشرفتنا كابتن حشيش ومطلق كالعادة شكر جدا شكر جدا نورتنا وشرفتنا دكتور سابت ومطلق كالعادة شكرا كابتن أسامة وبالتوفيق دايما للنادي الأهلي إن شاء الله بشكر حضراتكم شكرا جزيلا بشكر ضيوفي ضيوف الاستوديو التحليلي كابتن محمد حشيش ودكتور أحمد ثابت وإن شاء الله يعني الفترة اللي جاية هنكون أيضا مع فريق 2003 في المرحلة النهائية ونكون معكم إن شاء الله في إذاعة المباريات على قناة النادي الأهلي على الهواء مباشرة بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ونقابل حضراتكم ونشوف حضراتكم إن شاء الله في استوديو جديد من استاد الأشباب شكرا جزيلا